ترجمة نانسي قنقر اجتماعية نفسية شعور هذه كلها تختلط فيما بينها وتطلع أن مصطلح اسم الذات طبعا مصطلح الذات هذا يعني مصطلح قديم جدا تكلم عنه أرسطو تكلم عنه أفلاطون تكلم عنه سكراط الفلسفة اهتمت بالذات اهتمام كبير جدا جدا أيضا علماء النفس تكلموا عن الذات وتفسير سلوكيات الإنسان من خلال فهم الذات فإذا المصطلح هذا مصطلح لا زال تحت الدراسة وكثير من العلماء لا زالوا يبحثون فيه أحد العلماء قبل ما ندخل على هرم ماسلو سوى تجربة بسيطة جدا أنه قال متى الطفل يكون عنده وعي بالذات فاكتشف أن الطفل من السنة الأولى يكون عنده وعي بالذات التجربة اللي سواها وضع مرآة ووضع نقطة في جبهة الطفل لونها أزرق مثلا ولما يخلي الطفل يقف أمام المرآة الطفل يبدأ يتحسس الشكل هذا الطفل عنده وعي أنه فيه مكون جديد على ذاته اللي هو النقطة الزرقاء هذا في عمر سنة واحدة طبعا قبل ما ندخل الآن بنتكلم بس عن الحاجات هرم ماسلو ليوضح الذات يوضح حاجاتنا الداخلية طبعا هرم ماسلو يتكون من خمس مراحل المرحلة الأولى اللي هي الحاجات الفيسيولوجية طبعا أنا ممكن أكون عندي رغبة في تحقيق الحاجة هذه لكن ماسلو شي يقول يقول لا يمكن لا يمكن شخص يبدأ في البحث عن الحاجة هذه عن حاجة مرتفعة إلا بعد ما ينتهي من الحاجة الأولى أنا لما حقق الحاجة للغذاء المسكن أبدأ أنتقل للحاجة الثانية اللي هي الحاجة للأمن سواء أمن نفسي أمن ممتلكات أمن أسري إذا حققت الأمن أبدأ أنتقل إلى الحاجات الاجتماعية اللي هي العلاقات الأسرية والصداقة مثلا ثم أنتقل إلى التقدير ثم أنتقل إلى الحاجة إلى تحقيق الذات اللي هو الإبداع طيب الآن نبغى ناخذ مفهوم الذات وش نعني فيه هو تكوين معرفي منظم ومتعلم للمدركات الشعورية والتطورات والتقييمات الخاصة بالذات الكلام العلمي هذا نبغي نختصره اختصار بسيط جدا وش نقول أن الذات هي رؤيتنا لما بداخلنا وأفكار الناس وآراءهم عننا باختصار بمعنى أن الفرد يبلور كل ما يدرك هو يشعر به من تقييمات تتعلق بذاته ليش؟ عشان يجيب على السؤال هذا سؤال صعب جدا من أنا؟ إذا ما تفهم نفسك 100% لن تستطيع الحصول على وظيفة مناسبة قبلها لن تستطيع الوصول إلى تخصص مناسب والأهم كيف تعيش بصفاء مع الآخرين من خلال فهم نفسك طبعا هذا كيف تجي هذه؟ من خلال انطبعات الخاصة عن المظهر والشكل وشأحب وشأكرة تصرفات والأساليب التعامل مع الآخرين المكانة الاجتماعية دوري في الجماعة اللي أنا فيها دوري في الأسرة دوري مع الجماعة الرفاق مثلا طيب الحين نبغى نفرق بين نوعين من الوعي بالذات وعي الذات الداخلي ووعي الذات الخارجي وهذا مهم جدا لأن هذا يعنينا مدى وضوح رأيتنا لقيمنا وعاطفنا وتطلعاتنا الخاصة ونقاط قوتنا ونقاط ضعفنا أنا رأيي في نفسي هذا هذا بدون الآخرين هنا لا هنا مدى استيعاب وفهم أنا كيف استوعب نظرة الآخرين لي كيف استوعب نظرة الآخرين لي من حيث القيم والعواطف والتطلعات الخاصة إذن أنا أكتسب وعي بذاتي من خلال وعيين اللي هو وعي ذاتي داخلي شعور داخلي وأيضا أنا أشوف رأي الناس فيني وأبدأ أكون مكون فكرة عن ذاتي طيب تعال نشوف هذا الأنماط الأربع للوعي بالذات إحنا تكلمنا في الشريح الماضية إنه فيه وعي داخلي ووعي خارجي طيب هنا راح نشوف مستويات ذات وعي ذات مرتفع جدا هنا منخفض هنا وعي ذاتي مرتفع وعي ذاتي منخفض إحنا بين الأربع قسام هذه شوفوا اللي في القسم هذا اللي وعي ذات داخلي منخفض وعي ذات خارجي منخفض هذولا لا يعرفون منهم ما هو موقعهم كيف يراهم زملائهم أنا ما يعرف أنا شبغة ولا أعرف نظرة الآخرين لي وهذه أسوأ أنواع الشخصيات وأسوأ أنواع الوعي بالذات على النقيض تماما لما يكون الوعي الذات الخارجي مرتفع والوعي الذات الداخلي مرتفع نصل إلى المرحلة هذه اللي هم الوعون هذا وشيء وشيء تميزهم فيه يعرفون جيدا منهم وماذا يريدون إنجازه وما وما هاي ملاحظات الآخرين عنهم هذولا القادة القادة غالبا يقعون في المحور هذا لكن اللي الذاتي اللي الوعي الذاتي عندهم منخفض لكن الخارجي مرتفع هذولا وان يروحون هذولا المجاملين يجون هنا في الساعون وراء رضاء الآخرين تركيز الاهتمام دائما عن نظرة الآخرين هذولا دائما يعانون من مشكلات نفسية ليش؟ لأني أجامل أنا أعيش مع زملاي مثلا أو أصدقاي شخصي غير شخصيتي أمثل يعني بالأصح تمثيل فهذولا دائما يهتمون في الملبس اللي يهتم في زملاهم الأماكن حتى لو ما نمقتنع فالأماكن اللي يروحون لها زملاي لكن أنا أبغرضيهم فأضطر أني أسوي زيهم هنا لما يكون الوعي الذاتي الوعي الذاتي مرتفع ولكن الخارجي منخفض يعني زي زي نسميهم نحن بالمصطلح الأناني هذا اللي ينظر إلى المعرفة معرفة جيدة بذاته ولكنه لا يهتم برأي الآخرين أنا ما علي أنا أعيش حياتي في عملي في دراستي ويقولون الناس انت فيك انت فيك لا أنا ما أهتم أنا أهتم بما أراه عن نفسي طبعا إحنا لا يمكن نصنف منفسنا أنه في كل المواقف أنا هنا أو هنا أو هنا أو هنا إحنا خليط من الأشياء هذه كلها لكن لازم أكون وحي في ذاتي أنا أنا ما يكفي أني أقول أنا فاهم نفسي لا لازم ناخذ رأي الآخرين دائما صديقك مرآتك طيب أنا كيف أكون مفهوم الذات عندي طبعا هو كم هائل من المعلومات اعتقادات خاصة خبرات مواقف حياتية هذه كلها تنظم في ذين الفرد لتكون تصورا عن ذاته هذه كلها الأشياء خليط من الأشياء هذه كذلك في نقطة مهمة أنه مفهوم الذات يتصب بالمرونة ما يعني المرونة معناها ما هو ثابت أنا ما أنا شخصية وحدة ثابتة في كل المواقف أنا ممكن أتغير بحسب الموقف كل موقف يعني مثلا أنا لما أطلع مع الزملاي مثلا أو مع أصدقائي أتعامل مثلا بعفوية غير لما أطلع مثلا مع ناس ما أعرفهم أو ما أمون عليهم مثل ما نقول تختلف الشخصية في الحالة هذه تختلف الذات نفسه نظرة للذات هذه تختلف طيب نجي شيء اسمه وموضوع مهم اسمه تناقضات الذات إحنا لازم نعرف إن في شيء اسمه الذات الواقعية اللي هي خصائص يتوقع الشخص أنها لديه هذا مفووم الذات الحالي أنا أعرف نفسي وأطلق على نفسي أنا مثلا متفوق دراسيا هذه حقيقة مثلا الذات المثالية هي خصائص أنا أتمنى أنها عندي أنا أتمنى أكون إنسان متفوق هذا موجهات أنا أتمنى أكون إنسان متفوق الذات الواجبة هذه خصائص يعتقد أنها يجب أن تكون لدي يعني أنا يجب أن أكون متفوق ليش؟ لأن أسرتي تبغاني أصير متفوق أو لأني أبادخل تخصص فلاني في الجامعة هذا ينبغي لي أني أحصل على معدل مرتفع في التخصص هذا فإذن إحنا نعيش ما بين ذات واقعية اللي هي ذات الحالية وذات مثالية اللي أتمناها وشيء اسمه الواجب اللي لازم أسويه هذه كلها يصير بينها فجوة كلما اتسعت الفجوة كلما كان عندنا نوع من القلق والآثار النفسية غير الجيدة وكلما قلت الفجوة كلما استطعنا التعايش والثقة بالنفس في أننا نحصل على ما نريد إذن شرطها وشو لازم أنا موجهات الذات تكون منطقية برضه لازم تكون معقولة يعني أنا لما أقول أبغى أدخل مثلا هندسة وأنا مستوى في الرياضيات مثلا ضعيف على سبيل المثال طيب هل هذا هل هذه ذات مثالية إني أطمح لها طيب الذات الحالية تقول الواقعية تقول أني أنا في الرياضيات مثلا سيء مثلا أو ضعيف في الرياضيات أنا ممكن متميز في جوانب أخرى اللي هي مثلا في جوانب الأدب مثلا أنا ممكن أبدع في جوانب الأدب لكن بما أن شفت مثلاً أصدقائي تجهوا تخصص هذا وقالوا ممتاز فأنا حطيت ذات مثالية لا تتوافق مع الذات الواقعية فش اللي يصير؟ يصير بعد ما خلص الثانوي ولو فرض انقبلت مثلاً في الجامعة أعاني من مشكلة في دراسة الهندسة ليش؟ لأنني أنا ما عندي إبداع في الرياضيات مثلاً أنا أبداعي في جانب آخر تركته ورحت لأني ما فهمت ذاتي اتجهت إلى اتجاه لا يتوافق مع أفكاري ومع قدراتي طيب الآن عشان أكون معرفة في الذات كيف؟ أول شيء لازم نلاحظ سلوكياتنا ومفعالاتنا في الموقف المختلفة إحنا عندنا يعني لا يمكن ما في واحد يحكم عليك مثل ما تحكم على نفسك بنفسك طيب أنا أول شيء أنا لاحظ سلوكي وأعرف أنا كيف أتصرف في الموقف أنا الحين تعرفت لموقف أنا عندي يعني خلفية تاريخية عن نفسي كيف أتصرف في الموقف هذه فدائماً أتخذ التصرف المناسب لمثل الموقف هذه كذلك في استنباط أحياناً يكون في موقف جديد مثلاً هذا من خلال التأمل في المشاعر والأفكار الداخلية أنا وشبغة أنا وشبغة أبدأ أفكر كذلك في شيء اسمه المقارنة الاجتماعية طبعاً هاي تنقسم إلى قسمين مقارنة الاجتماعية صاعدة ومقارنة الاجتماعية هابطة وإحنا نستخدم المقارنتين ذي دائماً وأبداً المقارنة الاجتماعية الصاعدة هي لما تكون الثقة بالنفس عالية جداً فأبدأ أضع أقارن نفسي بواحد مثلاً ناجح جداً أقول أنا بصير مثل فلان أخ مثلاً صديق شخصية مثلاً مشهورة أقول أنا بكون مثله أقول ليش؟ لأن عندي ثقة في نفسي عالية أنا أبنجح زي ما نجح فلان المقارنة الاجتماعية الهابطة على النقيض تماماً لما تكون الثقة بالنفس منخفضة أبدأ أنا ممكن أفشل مثل فلان فلان حصل على معدل أعلى مني وفشل في الدراسة هنا مقارنة هذا يكون الثقة بالنفس ضعيفة جداً كذلك التفاعل الاجتماعي وهو ما يتلقاه الفرد من معلومات وأراء من الآخرين عن صفاته وقدراته هذا جيد لكن دائماً حكم الآخرين مرآه لي لكن ما يعني هذا؟ مثلاً قالوا لي أنت فاشل مثلاً هل هذا يعني أني أسلم بالشيء ذا؟ لا رأي الآخرين فينا دائماً مرآه ولكن أنا قادر على تصحيحها وقادر على تعديل سلوكياتي من خلال رأي الآخرين طيب وشال أهمية في تطوير الذات؟ طبعاً فوائده كثيرة جداً أول شيء الارتقاء بالمستوى الفكري وهذا مهم جداً ليرتفع المرء تلقائياً من سفاسف الأمور وما هو دون منها بالإضافة إلى تنمية مفهوم الذات ليصبح أكثر معرفة في نقاط القوة والضعف وهذه هي النقطة المهمة جداً أنا لما أعرف نقاط قوتي ونقاط ضعفي أقدر أتصرف في المواقف بما يمليه نقاط قوتي نقاط قوتي ليش؟ لأن أحياناً مثلاً زيت تخصصات أنا مثلما ذكرت المثال أنا لما أدخل تخصص عندي نقطة ضعف فيه هذا معناته أني ما وعيت ذاتي فممكن أضيع من عمري سنة أو سنتين وهذا يصير يمكن في الجامعة وإن شاء الله مستقبلاً لما تدخلوا الجامعة تشوفون بعض الطلاب لما يدخل الجامعة ما يدري وين يروح فيشوف زملاء وين تخصصوا يتخصص معاهم ما له رغبات ما عنده وعي بذاته هذا شيء يصير له يضيع سنة سنتين من حياته في الجامعة بعدين يصل إلى ممكن يصل إلى وعي بالذات يقول لا أنا مفروض دخلت التخصص الفلاني هل يمديه يدخل التخصص هذا أو لا هذه مشكلية ثانية لكن لو فهم نفسه وحدد هدفه خاصة أنتم الآن في مرحلة يعني لازم الواحد يكون عنده وعي بذاته خاصة في الجانب في المستقبل أنا إيش التخصص المناسب لي إيش الوظيفة المناسبة لي هل أنا أحب الأعمال الميدانية مثلا هل أحب الأعمال المكتبية لأن وفق الوظيفة المستقبلية لها تخصص معين يرتبط فيها كذلك الوعي بالذات هذا يطورك يطور في أساليب الحياة أسلوبه المعيشي أنا لما أحصل على تخصص مناسب لي أحصل معناته على وظيفة مناسبة لي وراتب جيد أشتري سيارة ممكن أطور نفسي من خلال مصطلع بسيط اللي هو الوعي بالذات أنت لما تعرف إمكانياتك وقدراتك هذا يخلي حياتك إن شاء الله ناجحة ما أقلد الآخرين لأنه أحيانا تقليد الآخرين أنا والله أشوف أخوي الكبير مثلا تخصص مثلا طب هل ممكن أنا أنجح في الطب قد ما أنجح ما هو عشان أخوي أو زميلي راح طب أنا أتجي لنفس التخصص لا كل واحد عنده وعي خاص بذاته طيب أيضا من أهمية تطوير الذات أنه تنمية القدرات الشخصية لتحقيق الأهداف المختلفة عليه يمكن القول أن تطوير الذات وسيلة لدعم الأحلام التي يسعى إليها الفرد لكن احنا تكلمنا قبل الأحلام هذه لازم تكون واقعية أنا لما أرسم حلم وأسعى لتحقيقه هذا شيء إيجابي جدا لكن لازم يكون الحلم هذا فيه متناول يد سهل جدا أضع خطة للوصول له لكن إذا وضعت حلم صعب التحقيق هذا شمعناه؟ معناه أني راح أتعرض لنكسات في حياتي أضع حلم لا يمكن الوصول له هذا شي يسبب؟ يسبب إحباط نفسي وعدم ثقة بالنفس لأني ما استطعت تحقيق الحلم العيب ما هو فيني العيب كان في الحلم اللي كان أعلى من مستوى قدراتي أو مو أعلى قد يكون مختلف بس عن اهتماماتي ورغباتي كذلك التعرف على المواهب والإمكانيات الكاملة في النفس يعني أحد الأشخاص أحد العلماء يذكر أنه لا يمكن لا يوجد شخص لا يملك موهبة لا يوجد على وجه الأرض شخص لا يملك موهبة ولكن جاهلها من جاهلها وعلمها من علمها فأنا عندي قدرات معينة في سن مبكرة في أثناء فترة الدراسة أنا أمتلك قدرات هائلة جدا في جانب معين إذا ما اكتشفت القدرات هذه قد يكون عندي قدرات في الرسم في الإبداع في الخطابة في الكتابة في القراءة في التأليف إذا ما وعيت بالذات لا يمكن تعرف إمكانياتك ومواهبك المدفونة داخلك أحيانا أنت تتجه ليه هوايات اتجه لها أخوانك مثلا أو أصدقائك بينما هوايتك الفعلية اللي أنت رغبها لا زالت مدفونة ولا تعرفها ليش؟ لأنك ما تعمقت في فهم وعي ذاتي ليش إذا وصلت معرفة مواهبك ومكانياتك تصل إلى الشعور بالرضا والصفاء الداخلي هذا يدفع لمزيد من الإنجاز ليش بعض الناس ينجحون في أعمالهم ويحب العمل في بعض الناس يعني ما ينتظر بس متى متى التوقيع هذا عشان أطلع من العمل ليش؟ لأن العمل هذا ما يتوافق مع شخصيته باختصار لكن لما يكون العمل يتوافق مع شخصيتك ومع أمكانياتك بعض الناس يجدهم عملهم يشتغل من الصباح إلى الليل ما ينتظر نفسه حتى ما يأكل يمكن ليش؟ غايص في العمل ليش؟ لأنه عمل محبب له كيف يصل له؟ عن طريق وعيه بذاته أنت إذا وصلت إلى التخصص المناسب لك حتى في الدراسة بعضهم يعني ذاكر لأن المادة صعبة وبعضهم يقرأ الكتاب لأن المادة محببة له بعدها يحصل على وظيفة إذا كانت الوظيفة مناسبة راح يستمتع فيها ما يشتغل عشان راتب لا لأنه يستمتع فيه العمل هذا كذلك تقليل الاعتماد على الآخرين في مختلف مناحي الحياة الفشل في معرفة ذاتك هو فشل في اختيار التخصص وبالتالي فشل في اختيار الوظيفة وبالتالي تكون عالة على الآخرين عندك أسرة بتصرف عليك فترة معينة بعدها راح تضطر أنك تحصل على وظيفة أقل من إمكانياتك وقدراتك وراح تعاني من حياة ممكن تكون صعبة لأنك في الوقت المناسب ما اخترت الوظيفة المناسبة والتخصص المناسب لأنك ما تعمقت في فهم ذاتك إحنا لما نقول يعني هل هي ما هي صعبة جدا أني أعرف أنا وشبغة هذه مي صعبة هذه حتى في بعض التمارين اللي يعملونها وبنتعمق فيها في الدروس القادمة إن شاء الله لكن أبسط درس أنا أسجل ورقة أخذ ورقة وقلم وشوف أنا أحب وشكرة بس باختصار إيش الأعمال اللي أشوفها أخذ مثلا الناس المحيطين فيني الأسرتي الكبيرة مثلا أشوف وظائفهم هل هذه مناسبة لي هل أتمنى أكون مثلا طبيب هل أتمنى أكون ضابط هل أتمنى أكون معلم هل أتمنى أكون مهندس أسجل أشياء هذه هذه غير محببة هذه محببة أضع لي قائمة هذه الوظائف لا تناسبني هذه الوظائف تناسبني الوظائف اللي تناسبني هذه ش معناها الوظائف المناسبة هذه معناها إنه لها تخصصات مناسبة والتخصصات المناسبة لها أيضا شروط مناسبة يعني الآن عشان أدخل تخصص مثلا يعني نقول هندسة مثلا هذا له درجة في القدرات درجة في التحصيل درجة في الثانوية العامة هذه لازم أحصل عليها لازم أحقق الشرط هذا إذا ما من فترة مبكرة وضعت خطة للدخول في التخصص هذا عشان أحصل على الوظيفة الثانية هذه إذن أنا أشتغل في وقت الضائع لكن لما بدري أنا أعرف أقول والله الكلية هذه تحتاج إلى كذا وأحدد مثلا أي جامعة بدخلها وشروطها مش شيء لأنه أحيانا مثلا على سين مثال بعض التخصصات تطلب مثلا لغة انجليزية أنا فترة الثانوية العامة أنا بإمكاني أستغل وقتي مثلا في الفترة المسائية لدراسة لغة انجليزية ليش؟ لأن التخصص اللي أرغبه له شرط إضافي اللي هو الحصول على درجة معينة في اللغة انجليزية لكن لما أتفاجأ أنا أتخرج من الثانوية وأروح أتجي إلى جامعة معينة وأقول لهم قال والله أنت إمكانياتك وقدراتك وشهاداتك ما تنطبق مع التخصص هذا هنا يسبب الإنسان إحباط السبب والشو؟ أني ما خططت من فترة مبكرة طيب نبغى نختم الدرس ونشوف اش تعلمنا في الدرس هذا أول شيء قلنا أن الذات تصورات الفرد عن نفسه وعن صورته لدى الآخرين الآن أنا لي صورة معينة عند نفسي وفي صورة عند الآخرين أنا إذا ما وصلت لتصور أعرف نفسي أنا هل أنا مرح؟ هل أنا خجول؟ هل أنا منطلق؟ هذه الأشياء يعني ما في واحد يوصفك مثل ما توصف نفسك كذلك أن الذات تتكون عن طريق ملاحظاتنا لسلوكياتنا وملاحظة الأشخاص المحيطين بنا وتحليلها والمقارنات الاجتماعية يعني إحنا مثل ما نستقبل آراء الناس فينا إحنا كذلك نعطي آراء للآخرين الآن لو أسألك عن أخوانك مثلا عطني شرايك فيهم عطني شخصياتهم والله تقول لي هذا خجول هذا منطلق هذا كذا هذا يحب كذا يكره كذا عندك رأي عن الآخرين كذلك الآخرين عندهم رأي عنك يعطونك إياه أنت من خلال وعي وعي الآخرين عنك وأراءهم عنك أنت تكتسب رأي تقول الناس كيف يتعاملهم معي كيف يروني يروني بالشخصية الفلانية فإذن أنا أكون رأي رأي الآخرين مع رأي الشخصي عن نفسي هذا هو الوعي بالذات كذلك تكلمنا وقلنا أن الذات مرنة في المواقف المختلفة نظرا لتغير المواقف الاجتماعية المواقف الاجتماعية لما تتغير يتغير بناء عليها تصرفاتنا وأفعالنا أنا ممكن أكون في مجلس أنا مرح فيه جدا لكن في مجلس أكون جاد جدا ليش؟ لأن الموقف الاجتماعي يتطلب ذلك بل إن هذا أحيانا يرونها من سوء الأدب إن الجلسة اللي فيها مرح مثلا مع زملاي ما مارسها مثلا مع كبار السن بجهل هذا دائما أنا أفرق في المواقف والأماكن اللي روح لها بحسب المواقف الاجتماعية أنا يكون عندي وعي هذا من أيضا من الوعي عند الشخص أنه يفرق في المجالس والمواقف الاجتماعية كذلك وهذه نقطة مهمة التفريق بين الذات الحالية وما يجب أن تكون عليه إيش نقصد فيها؟ تكلمنا فيها وقلنا أنه عندك ذات حالية اللي أنت تعرف قدراتك فيها ووضعك الحالي أنا متفوق أنا ضعيف أنا متوسط مثلا في الرياضيات أو في اللغة العربية أو أي درز أو أي تقصص إن كان طموحي والشو الذات اللي أطمح لها أو صلها لازم تكون متوافقة كل ما زادت الفجوة كل ما كان يعني تحس بي تعب نفسي أحيانا تحس بي أحيانا فقدان ثقة في النفس أنا أقول والله وضعت حلم ولا حققته شو السبب؟ السبب أني وضعت حلم أعلى من قدراتي وإمكانياتي شخصية طبعا هذا أيضا تقدر الآن هذا إذا اكتسبت أنت وعي داخلي ووعي ذاتي بنفسك بإمكانك تنقل الخبرة هذه إلى الآخرين يعني نبغى نسوي تمرين بسيط كواجب أنه حاول تختار شخصية من الشخصيات اللي عايشين معك في البيت أخوك مثلا أو وقتك حاول أنك تسجل تنقلهم الوعي الآخرين فيهم اذكر بعض الأشياء اللي حبها بعض الأشياء اللي يكرهها واش مفروض يسوي واش مفروض ما يسوي كيف راح مثلا واحد عصبي كيف تعطيه بعض الأشياء اللي في المواقف معينة تثبت له أنه والله يعاني من عصبية كذلك تعطيه الإيجابيات اللي موجودة فيه والسلبيات الموجودة فيه وتضع خطة معاه كيف أنه يقدر يسيطر على سلبياته ويعزز إيجابياته هذا دائما استخدم خاصة معه صغر السن يعني حاول تعطيه وعي بالذات هذا إذا طبقناه مع آخرين أنا أجي بعد تطبيقه مرة مرتين أجي أقيسه على نفسي أنا الآن أسوي ورقة وهذا واجب عليك وليس واجب منزلي هذا واجب مهم جدا أنا لازم أضع كتمرين أضع ورقة وأحدد فيها رأي الناس فيني في المواقف معينة في شخصيتي مثلا في التخصص المطلوب اللي أنا أطمح فيه أشوف رأي الناس في الشي هذا كذلك أشوف رأيي الشخصي أنا وشعوري في بعض الأشياء اللي أنا أتعامل معها أنا كيف أتعامل مع الناس هل أنا مريح هل أنا كذا أنا لما أسجل الشروط هذه والورقة هذه وأحددها بدقة أنا هنا وصلت لمرحلة من الوعي بالذات ترى أحيانا الوعي بالذات يكون منخفض مع كثر التفكير والشعور الذاتي هذا تطور من وقت الوقت شعورك الذاتي إلى أن تصل لمرحلة اللي يسمونها مرحلة التوافق النفسي التوافق النفسي والشي؟ أنا إنسان أعرف قدراتي أعرف إمكانياتي أعرف هواياتي أعرف كل اللي أبغاه واللي ما أبغاه وبناء عليها أعيش حياتي وفق الأشياء هذا لكن أنا إذا كنت عارف نفسي وأجاء من الآخرين معناته أنا رحت لي مثل ما ذكرنا قبل رحت إلى الاهتمام برأي الناس فيني هنا أصير أنا أشوف الناس الشي يبغون مني وأسوي اللي يبغونه هنا لما أرجع أنا في البيت وكذا أقول المفروض ما سويت كذا أنا ما أحب أصلا الشيء الفلاني يمكن بعض الناس يلعب كورة هو ما يحب الكورة ليش؟ لأن زملاء كلهم يرحون لعب كورة لكن عنده هوايات أخرى ما يمارسها ليش؟ لأنه يهتم برأي الآخرين فأنا لما أضع الورقة هذه اللي أعتبرها نوع من الواجب الهدف منها أني أوصل إلى مرحلة أني أعرف أنا وشبغة وأضع خطة مستقبلية لحياتي تخص الجامعي وكذلك وظيفة المستقبلية في ناس كثير الآن من طلابنا نسألهم أحيانا في الثانوي تسألوا تقول وين تبغى تروح بعد الثانوي والله اللي يلا يسر ما هو معقولة يعني أنا أضع كل حياتي سبعين سنة قادمة على الظروف ما وضعت قطة هذا دائما مشكلة طلابنا في الجامعات وأنا قرأت دراسة أنه كل الطلاب يدخلون الجامعة في أول سنة كثير منهم يعني نسبة ما أذكر النسبة كم لكن نسبة كبيرة يرغبون في التحويل إلى تخصص آخر ليش؟ بعد ما يدخل الجامعة والله شاف فيه تخصص معين يناسبه أكثر أحسن من التخصص اللي هو داخله فصار يبغي يغير تخصصه هذا يا شاب وصل عمره الآن في العشرينات هو ما وصل إلا الآن إيش أبغى أنا هذا ليش؟ وإيش السبب فيه؟ هذا السبب أنه فيه ضعف في الوعي بالذات الوعي بالذات هذا إحنا قلنا من سن سنة يبدأ الوعي بالذات فإذا من سن سنة أنا وعيد ذاتي وما عرفت إيش التخصص المناسب والوظيفة المناسبة لي هذا من الإشكاليات اللي يعاني منها كثير من شبابنا لذلك لا تكون منهم وأحرص على أنك الثقافة هذه تنشرها بين أصدقائك أنه كل واحد إيش أبغى إيش الوظيفة المناسبة له في الختام يعني المواضيع الموضوع هذا موضوع ينفعك يعني إضافة للإندراسة لكن موضوع ينفعك في حياتك العامة يجب أن توليه اهتمام كبير جدا وتنفذ الواجب اللي إن شاء الله إنك بعد سنتين أو ثلاث تروح تخصص مناسب بناء على وعيك بذاتك وبالتالي الحصول على وظيفة مناسبة بناء على التخصص اللي اخترته ونتمنى لكم الشفاء ونتمنى لكم وعي كبير جدا بذواتكم والسلام عليكم